اشتركوا في القناة حالة الصراع دي واصلاق نحو التسليح ادى الى تطور مصمومة القتالة العسكرية ويعنشأت تطور كبير من الازورة القديمة سواء الازورة المتوسطة ومع احداثته الثورة الصناعية في النهزة العضور كبير في حالة تطور هذه المصمومة القتالية ثم نشادته تطور بعد الحرب البردة وبعدين استعملت الولايات المتحدة العمليكية مشروع حرب النهود واستخدمت فيها التكنولوجيا الحديثة بعدين يعني الى اي مدى يمكن يعني يوسط العلم في هذا الصراع وما هو مصقبل هذا الصراع فيها العالم ويعني شعرفنا ان يكون ضيفينا اليوم قدرد السيد محمد الشتيني شكرا 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 نقطة زرائية دولة عشر عبين اهمية الموضوع اللي نقوله نهارة احنا سنة 2018 ارجو مساء من حضراتكم نرجع سبعين سنة 1948 المنطقة المنكوبة اللي اسمها الشرق الاوسط اللي بتبتدي من العراق وقد تضحو بها كارس وتركيا لحد مصر والجزيرة العربية وسوريا والعراق شهدت الحروب الاتية حرب 48 واشتركنا فيها واشتركت فيها العراق واشتركت فيها سوريا حرب 56 كانت مصر حرب 67 مصر الأردن سوريا حرب 73 مصر سوريا حرب 82 لبنان حرب 96 لبنان حرب 2006 لبنان حرب الخليج الأولى الحرب مع الفرس كما كان العراقين بيسموهم 88 89 الخليج التانية حرب الخليج التانية لما احتل سدام حسين الكويت سنة 90 91 يدوب وراها حرب الخليج الثالثة 2003 لما العراقين أسقطوا الأمريكان أسقطوا سدام حسين حرب اليمن حاليا الحرب الدايرة في اليمن حاليا ومشترك فيها من هو مشترك فيها ومشترك فيها ومشترك فيها حرب الأولى لبنانية وكل الصراع الحرب الذي يدير في العراقين حضرتكم مبسيقتوا خريطة العالم وفتحتوها وعايز أقول السؤال سهل جداً حطوا صراعها على المنطقة المنكومة الشرك الأوسط لا يوجد لا يوجد لا يوجد منطقة في العالم عانت من حروب أهلية وحروب بينها وبعدها البعض كما يحدث بدلاً المترجمة تبدأ خلال السؤال في 70 سنة يدري الموضوع الذي سأقوله الأهمية لأتحدث عن حرب معنى أعتبر الحرب أن الحرب مالذي لا تطور لا تتباً لنصبح الشجرة وده كنت أقوله للمحمد صلاح لحما لحما سيارتنا بحما سيارتنا يمكن حضر لكم علومة صغيرة عدد الناس اللي مات من البشر اللي هم على الكرة الأرضية من أول هوموسيبيانس مجيل حوالي 80 مليار عدد اللي مات بقدين بشر أكتر من أي عدد مات بأي أسباب أخرى يعني أكبر عدو للبشر هو البشر أكبر عدو للبشر هو البشر كان الناس كتير يتمجد الحرب الحرب العالمية يقول لها لما قامت قامت مظاهرات الابتهاج في ألمانيا وفي المنسا وفي إنجلترا وفي فرانسا وفي روسيا عشان هنخش الحرب هنخش الحرب هذا شيء جميل حناية البعض يلا حناية البعض فكاننا العرب قبل الإسلام وبعد الإسلام حروب ليس لها أول من آخر إسالة الدماء ليس لها أول من آخر لما نتنشي الزاكرة الزاكرة دي تنجح 53 سنة كان جهر ابن أبي سلمة كان بيقول بيتها عن الحرب وبيشبهها بالمرضة بيقول إذا أقبلت لما الحرب تأتي آه يلا حنحارب وحنعمل إذا أقبلت فهي جميلة تقوي قلوب الرجال حنحارب والشبعان والأبطال وإذا أقبرت بعد ما تخلص فهي كريهتهم غير قابلة للضم والتقبيل خلاص أصبحت دميمة أصبحت دميمة ما ترويش حد هذه الخرب طول ما البشر مش قادرين إنهم يساووا اختلافاتهم زي ما إحنا عادينا كده مع بعضهم بنسويها حيث أنهم غروض من وجهة نظر حيثنا لسا نتكلم مع بعض عن الغروض حيث أنهم غروض أنا دائما كنت بنقشها مع محمد لأن محمد بيجيلي كتير وأنا يساعدني لو أحد منكم كمان يجيلي كتير كنت بنقشها مع محمد أكثر ثلاث دول كانت متحضرة في بداية القرن العشرين ألمانيا، فرنسا، انجلترا اللي هما طحنوا بعض موته مئات الجلوف من بعض ونحن نشكر بعض المعالك لو كانوا عادينا كما إحنا عادينا كما إحنا أنا الرجل الطيب أحمد داني عادينا مع بعض كانوا أرسموا الكرة الأرضية بينهم كل واحد لكنهم هم هوموسيبيانس لسه أوضع الشر حتى لو كانوا ألماني، إنجليز، وفرنسا أنا كان لحظة أن أعدت مع واحدة المساوية زمانية من أكثر من 35 سنة قلت لها كده ما أفرق عليكم أن تقلت له بعض أنتم برد أروض أنتم برد أروض كان فيه فلياتشوت إنجليز يسمى توماس هوبس كان توماس هوبس يقول عبارة جميلة جدا يقول الإنسان الهوموسيبيانس زئب أخي الإنسان حتى على المستوى العادي اللي بيقتل عشان يسر أميد جنيه الإنسان زئب لأخي الإنسان من أهدم الإكتشافات التي تنم على جداية الحروب من عشر تلاف سنة وليس هتتخيلوا المكان فين؟ المكان قرائيب منا جدا في المعادي لقوا مجبورة جمعية فيها عشرات أو حتى بضع مئات من الجزس كلها يقل معظمها مكسرة ليس مكسرة نتيجة للتقادم مكسرة مكسورة عن عمد أو جمجمها متخرمة هذه كانت أول حرب من عشر تلاف سنة كانت عندني هنا في المعادي كان لسه لا يوجد شيء تسمع دولة آمد يعني أنا عايز أبين قد إليه الحرب كريمة؟ أنا جيت من عائلة كلها زباط كلها وكانت أكبر قادرة الجيش من عائلتنا وكنت أحب الجيش جدا الواحد عندما كبرت في السن لا اللي بيساوي مشاكله بالكتال ده الإرد الإنسان ما يساويش مشاكله ليس الإنسان لا يساوي مشاكله بالكتال يساويها بالعدل وبالتفاهم والحكمة اللي احنا بنفتقد الحظ النهاردة أي حاجة حتى الدين اللي هما بيقولوا جاي عشان يرق يترقب الإنسان حتى الدين حولنا الأداة دبحنا بها بعض في الكتوحات الإسلامية في الحروب الصريبية في الإصدعمار هو ده الهوموسيكلس هو ده الهوموسيكلس يمكن قبل ما أتكلم أنا عايز أقول معركة شهيرة جدا وشهرتها لا تنمى فقط عن نتائج المباشرة لها وهي هزيمة الأخ نابليون بونابراد في الأخ القصير إذا كنت أتكلم الجماعة وطلما أنا أحب أضحك دائما أضيف ضحكة كان فيه فيلم أمريكاني من البنت والمان فريند بتاعها بيقولها أنت قصيرة فقالت له نطول من نابليون قال له أحلى مني فنابليون خسر ووترلوك وخسر كل حاجة معركة ووترلوك ويميتها فات عليها متين سنة كانت بالزبط وليس بالزبط وليس بالحرف 1815 17-18 يونيو خسر نابليون للمعركة دية المعركة دية فيه فيلم اسم ووترلوك ياريت تفرّب عليه الفيلم جميل جدا واللي مسل ضد نابليون أنا ما كنت شاف قدام الممثل كان رائع ياريت تفرّب على الفيلم ده هتلاحظ في الفيلم القاتي الحصان بيستخدم السيف بيستخدم الحصان والسيف بيستخدم مفيش بقى الا رمح ولا سحب زهر الحكتين الجداد المدفعية وكانت قابليها بـ 200-300 سنة والبندوئية اللي حضرتك الأختي من السجان قالتلي انها كان فعلا بالحرب ينظفها ويسحنع فكان عشان يبقى الدرب سريع كان بيأخوا ثلاث سفوف صف بيدرب، صف بيدرب، صف بيدرب، صف بيدرب صف بيدرب، صف بيدرب، صف بيدرب صف بمستمرة لو رجعنا 2000 سنة الورا من معركة واترلوغ بقينا بثمن الأخ الشقيق بردو كان بردو بيحارب بالحصان وبيحارب بالسيد تمام؟ اللي ديف لها الحربة والدرعة لو رجعنا 2000 سنة أكتر بقينا على بعد 4000 سنة من واترلوغ رجعنا للأخ أحمص وتحطمص ورمسيس التاني كانوا بيستخدموا نفس الأسلحة يعني لمدة 4000 سنة أو لمدة 6000 سنة استخدمت نفس الأسلحة معركة واترلوغ فات عليها والزبط يونيو الجاي كمان شهرين 200 و 3 سنة تخيالوا 200 و 3 سنة وانا بكرم بـ 6000 سنة قبلها 200 و 3 سنة البشرية نقطت من فين؟ انها بتفكر النهاردة او قد بتفكر أثناء الحرب تعمل قواعد على الأمر تعمل قواعد ساروخية على الأمر شوفوا البشرية في 200 سنة نقطت فين؟ لو هذا التقدم يستمر بهذه الخطوة في المجال السلمي هننتقلب على حاجات كثيرة جدا أولها السرطان مش هننوت بالسرطان على فكرة الكلبي بيجي له سرطان في سنة 13 سنة احنا بيجي له سرطان في سنة 40 و 50 و 60 الحيواني الوحيدة بيجي له السرطان سمكة القرش فلو التقدم الرهيب اللي تم في 200 سنة ده كيف نقتل بعضنا البعض لو تم كيف نحي بعضنا البعض كان زمن عالم تاني مختلف تماماً طبعاً أنا مضطر ألعب اللعبة حسب قواعدهم فأنا هكلم عن حرب عمتاً وأقول من ناحية الفنية هكلم عليها من ناحية الفنية على فكرة الأوروط بتحارب بعض في الأغابة ها فويس انت عارك محاربتك الأوروط بتحارب بعض في الأغابة وبالعوش والكلام ده كل احنا امتداد الأوروط وفي حاجات كثيرة جداً على الناد الأوروط بتحارب بعض معارك الأوروط وفي بعضه معارك أرضية وجوية بيضربوا بعض على الأرض والشجر هتزعلوا أن احنا أرود والله العظيم نحنا ما زلنا أرود المهم أنا حتدي أتكلم تكنيكاليتي بحثة بحاجة أنا أفكدت أن أنا ما بحبهاش ما بحترمهاش ما بحترمهاش أكتر لما تكون لأسباب دينية ما بحترمهاش أكتر يمكن الأسباب التصادية فهمها بس مش هحترمها لكن الأسباب الدينية اللي بفهمها ولا بحترمها المهمة أنا كنت سألت الجماعة هنا وإحنا عادين قبل من البتدي يعني إيه هي العقيدة القتلية؟ العقيدة القتلية هي إطار فكري من سطر 2-3 مزيد شعر 5 بيقول أثناء العمليات بيقول أثناء العمليات إيه الاتجاه اللي هتاخد قوتنا بالشغل بتاعها هتشتغل إزاي؟ والمحاورة الرئاسية هتبقى إيه؟ وأعداءها الحقيقيين مين والمحتملين مين؟ بينتب منها استراتيجية الاستراتيجية بتبقى أكتر توسعة بتبقى على كتر على موجودة عن مت الميليتر الدكتوريان ممكن تدخل عليها وتنخرج لكل بيوش العالم كانت بقى الكلام اللي أنا قلته لو حصل حرب حيبقى معامين والتجاهاتنا تبقى إيه وتسليحنا حيبقى إيه؟ الاستراتيجية بتبقى أكتر شوية بتبقى الخطوط العريضة اللي حنمارس بيها البتال الاستراتيجية ليها معين ليها أكتر من نوع ليها سياسية وليها قصادية بتحط الخطوط العريضة لو بدأنا كتال واحد مثال واحد مثال عشان تكون واضحة هيتم إزاي؟ التكتيك اللي هو بقى التنفيذ الاستراتيجية على الأرض الاستراتيجية بيبقى تتغير بوقت طويل التكتيك بيتغير سريع حسب الموقف الموقف الديناميكي كان إيروان رومي القادة الألماني الشهير بيقول اللا كرار أثناء المعركة أنا قائد وبحارف المعركة ومخدش كرار كرار اللا كرار أثناء المعركة قرار فالتكتيك لازم نمر واحد سرعة الحشد وححكيها في معركة السيدان نمر اثنين مرونة المناورة بالأفراد والنيران نمر ثلاثة كوة النيران نمر اربعة كثبت النيران نمر حمسة دقة النيران كل الكلام ده بيمارس من خلال التكتيك لو أنا عايز أدي مثال للعقيدة الكتالية عشان تبقى ملموسى هتكلم علينا على إسرائيل خلال دقتين بس هتكلم الأول على الاستراتيجية لأنها كانت مهمة جداً أول ما الأمريكان استخدموا السلاح النووي روسيا بازلت أكثر جهد خلال أربع سنين وصلت بالسلاح النووي الاستراتيجية اللي قاعدوا مستخدمينها لحد رونالد ريجان ما جاء كان اسمها MAD MAD Mutual Assured Destruction اللي هو بيقول إن لو حصل إن واحد دربت تاني حتى قابله التاني حيرد عليه و الاتنين حيدمروا بعض Mutual Assured Destruction فكتدي الاستراتيجية رجال ما عجبوش الكلام ده رجال اللي هنعمل الحرب النجوم هنعمل SDI The Strategic Defense Initiation The Strategic Defense Initiation هنحط أقمار صناعية تلقوا تساريخ وهي طالع من الاتحاد السوبيتي و هنحط تاني منصات إطلاق ليزر تدمر الساريخ ده هيرد دي كانت الاستراتيجية جديدة الخط العريض واضح أنا هنا لو دمرني هدمرك MAD Mutual Assured Destruction هنا لأ ده أنا هدمرك مش هديك فرصة تدمرني هدرها ده كنت صاروخك طالح الاستراتيجية تغيرت طيب ندح أمثلة بقى من حياة نحن وحياة نحن حرج على نفسي أنا كنت أدوكو في السن والكلام ده بيحصل أو أظهر منكو شوية إحنا العقيدة الكتالية بتاعتنا من أول أنا وعيد على الدنيا بعد حرب 56 لحد 67 إسرائيل عدونا لأن نستعيد حقوقنا المقتصبة إلا بالكفاح المسلح وهزمتها في مديل المعالك خلاص فأصبح واضح جدا العقيدة الكتالية بتاعتنا قبل 67 إيه المشكلة محطنا لا استراتيجية ولا تكتيل وحشرحها تمام؟ فحطنا عقيدة الكتالية محطنا لا استراتيجية ولا تكتيل طب هم ماذا عن الطرف الآخر؟ نحن ده العقيدة الكتالية الإسرائيلية نحن على أرضنا وسندافع عنا حتى الموت ولن نسمح مرة أخرى بعد 48 أن يدور الكتال على أراضينا بل يكون على أراضي الخزم واضح تماماً الرجل عايزي واضح تماماً أنا قلت إحنا قبل 67 لا حطنا استراتيجية ولا حطنا تكتيل هم الاستراتيجية اللي حطوها كان يقول إيه؟ لابد نمر واحد من التفوق الجو على كل العرب مجتمعين سبريميسي مش السبريميسي سبريميسي سبريميسي للأيرفورس دي نمر واحد نمر اثنين او استكمال النمر واحد هذا العنصر حاسم ولا جدال فيها السبريميسي وليس السبريميسي السبريميسي القوات الجوية وضقناها ب 67 أنا شكسين ضقتها وفارقت عليها وحنا من الدرد فارقت على طاراتهم نقل المعركة من اللحظات الأولى إلى أرض الخزم للمعركة من اللحظات الأولى إلى أرض الخزم حسم المعركة خلال أيام لتفاوت الجوي من يمتلك السماء ينتصر على الأرض هذا عبارة يقولها الأمريكان في الحرب العالمية التانية من يمتلك السماء ينتصر على الأرض هم عرفنا ونتعلمنا كويس لأنهم كانوا يحاربوا في الحرب العالمية التانية معها للقلوب دي نمر واحد نمر اثنين نقل المعركة إلى الأرض الخزم لماذا؟ لأنهم لديهم شعور استراتيجي فمش مستعدة لأي نفسي بحارب في مدني لا حبيب أنا هحاربك على أراضيه هحاربك في السينة وهحاربك في الجولان وهحاربك في سهل الأردن بعد كده حسم المعركة خلال أيام أنا مش مستعدة أقعد جيشي مدة طويلة لإنما الاحتياطي هو الأساس بتاع الجيش وهو ضيع التصاطي فيبقى الأزباد معروفة اللي اتخذت لها الاستراتيجية اتنفذت حققت نجاح 56-67 مش هكلم على 48 أو 73 وحكتفل كده طيب إحنا لما جينا نتحرك سنة 67 وودنا 80 ألف عسكري وألف دبابة وحوالي 900 مدفع كان إيه الاستراتيجية بتاعتنا هل تحديد فلسطين لأ لأن المخابرات بتاعتنا كانت عارفة كويس جدا وعبد النصح كانت عارف إنهم أقوى منه يبقى ما كان شديد الاستراتيجية هل دعم سوريا هل تقدر تدعمهم نجد ما تروح لهم وتحط نفسك نيارهم هل تخويف العدو العدو مش هيخاف لأنه عارف قدرتك وقدراته فبالتالي هيجربك عشان يستفاد إن منت جريد شكله يبقى قدام العالم هو رجل بريد أرجو أن أنا كده أكون وضحت يعني إيه حقيدة قتالية يعني إيه استراتيجية يعني إيه يعني إيه يعني إيه تكتيك والجمل اللي بتتكون الجمل اللي بتتكون في حاجتين بيمشي مع بعض وبعرفش المس الدرسة فلسطة عارف أسم الله الجدل الهجل الجدل الهجل يبدأ زي تفرقة البنت كده حاجة بتأثر في حاجة ثم تعود الحاجة بتأثر في الحاجة ثم تأثر في الحاجة هكذا في العسكرية في حاجتين بأثرف بعض التكنولوجيا وتقدمه والخطة العمليات التكتيك والاستراتيجية التكتيك من لي؟ التكتيك باستراتيجية بيبقى محدودة أكثر أليلا التكتيك إزاي هستخدمها و ازاي هنوار بيها و ازاي هنجح من خلالها الاثنين دول انا كنت حاطت ان انا اتكلم ان احنا ازاي هنقدر نقول التطور نظم التسليح كم ازاي لوحدة و ازاي هنقدر نقول تطور نظم القتال تمت ازاي محتقتش من الوقت هيسمح لي اقول الاثنين فلو قلت واحدة فيهم هبتدي بالاقرب ليا لان اشتهق و مارستها و مارستها تلاتين سنة تكنولوجيا التسليحة انا مهندس تسليحة انا مش زابط و مش راجل عسكري بس انا دراست كلها سواريخ و تعارض و سواريخ و تعارض و اشتغلت مهندس تسليحة اكتر من تلاتين سنة ف انا هكون فيها كواز جدا بكلم على ايه لو الوقت سمع هتكلم بسرعة على العمليات و ازاي العملات بتتم ايه اشهر المعارك و ازاي انتصر اللي انتصر فيها و ازاي انهزم اللي انهزم لو احنا رجعناه للعصور الصحيقة والقديمة بقصد انا بتجد 10 تلاف سنة انا هرجع فقى انا انا اطلت 4000 سنة هرجع خمس تلاف وتلتمية خمس تلاف وتلتمية خمس تلاف وتلتمية كان اول مدن اللي تنشأ عندنا في البلد اللي اللي حالسين دوت كان الملك مينة وحدة الكترين خمس تلاف وتلتمية وانشأ مدينة مانف كان حططت لها معصير بيغازيها بالمية من نهر النيل أو النجاري عشان المية يتيجة بالنهر النيل وعمل صور حواليها، أول مرة يتعامل صور حوالي المدينة أول مرة يتعامل صور حوالي المدينة بس أنا مش هكفوته النقطة دير إحنا العرب بعد الكتوح العربية اتعلموا الكلام ده وكانوا بعملوا أسوار وكانوا بيحطوا برج عشان البرج يشوك من جايد وعشان يترب منه رسوهان الأوروبيين ما كانش عندهم النزام ده خدوه وحطوه عندهم الكلاع بتاعتهم في أوروبا اللي هي الكلاع اللي كانت مدن بتنشئ حواليها بيعيش فيها التجار واخدوا الكلمة العربية برج إن فيها برج ودي اللي جاء منها زاكن المدينة يعني برجوه البرجوازي جاءت منها كلمة البرجوازي جاءت منها البرجوازي انت عملت قلع وعملت صور بقرد ده منك التسليح وده حتى كان أيامنا وحنا نشوف الأخرين بيعمل ايه بنحاول نرد عليهم المنجانيك عشان تضربها زي ما قلت في الأول إحنا كنا بيشتغل الحصان السيف والرمح والكوس والسف والدرعة الصغيرة بتاع الرمان أو الدرعة الكبيرة وفي بداية العمليات كان بيبقى راكب حصان على اللحم على لحم الحصان بعد كده عمل السرق بعد كده عمل حاجة مهمة جداً منها تبها جداً مش هستدقوها الركاب الركاب اللي هو بيحط الفرس ركله عليه ومحطت ركله الراحة التانية وأثناء الحرب ممكن يقف على الاثنين ويحارب بالسف وهو واقف فرق كبير جداً يصل لو انت بتحارب وانت واقف أو لو انت بتحارب وانت قاعد على ضهر الحصان انت واقف على الركاب وبتقدر بقى تحارب وانت واقف ويتميل والكلام ده غير لما تكون انت قاعد الاختراع العرب الركاب دي كانت العصور القديمة وصحيكة في العصور الوسطى اكتشف البرود الأسود وكان أساساً السين اتنقل من السين للعرب العرب مستخدموش اتنقل من العرب لأوروبا فكان بداية لنشقة ما يسمى بالبندقية واللي احنا كنا كلمنا عنهم شوية والمدقية البندقية والمدقية كان له الهرب ما بين سنة 1400 لحد بداية الكن العشرين يحتل العالم كان لها بعض انا تعلمت في مبالترة تلات سنين واشتغلت مع الانجليز حوالي 15 سنة فكان بقولولي يعني العالم كان كلنا حوالينا كله نائم واحنا الاعيمين لأخير نديهم على جميعهم كنت بقولهم الانجليز ناس ده مسمين جدا وانا كنت بسعد بمعرفتهم وادودين بقولهم انتم ناس حاجبين جدا كان على مستوى الشخص والناس اي كلام على مستوى الدولة فكان بقول لي الكلمة ذي بالأسف الواحد سميلي يرد يعني فاصل هالك تفسير اكثر الى ما نعرب من احنا كما نعتليه قال اللي يلاقي حماره المركبوشي به هو الحمار فالأدواء ما كان بيعامل العالم كده اللي يلاقي حماره المركبوشي به هو الحمار الآلة البخارية الزهور الآلة البخارية السكينة الأشرع اللي راح بها كوستوطر كولومبس وقتشف الامريكاتين وقتشفوا بيس اوليان توماس كوك وبعد كده السكينة البخارية والأطر على البر خلاص التالي يتنقلوا من العشور الوسطى للعشور الحديثة التالي يتنقلوا من العشور الوسطى للعشور الحديثة المرة تانية في المتين سنة لأن في المتين سنة لم يكن حصلت فيه بندقية وماتت على البرد السود في المتين سنة اللي فاتوا انتم شايفينهم معركة وطر الله التي اتركت عليها وشايفت المعركة شكلها ايه؟ لو تمت النهاردة كانوا بيرساموا نحطوا صريف على الأمر نحط قواعد صرفية على الأمر في الولايات المتحدة الأمريكية نحط قواعد صرفية على الأمر والتطور ده تأثيره ايه؟ على الاستخدام التبتيكي والاستراتيجي سنة 1916 كان فرنسا بتعاني موقف صعب جدا نتيجة معركة الفردان فرئيس فرنسا كان اسمه بنكرييل وكان قريب هنا لبنكرييل الرياضي والغزيع العظيم في فرنسا جاب جورج كلمنسون وعينه رئيس وزاري وحتى هو يعينه بيقول له لا يعلم إلا الله وحده كم أكره ولكن هذه اللحظة تحتاجك فرد عليه قال له يا مولاي أو يا سيدي الرئيس أنا أبدلك كراهية بكراهية ولكن عندما تنادينا فرنسا فيجب أن يرد بجميع من ذلك بجميع من ذلك فرنسا لما أحكي قدام لحد ما هتساقوا مني ودولي خلص كتبينه كان بيقوله عبارة جميلة جدا الحرب أخطر من أن تترك قراراتها للعسكريين فقط يعني قرارات 67 كانت متروكها للعسكريين فقط ما كانش في تدخل من المدنيين السياسيين اللهم إلا سيد إسلمان والله يرحموا لأنهم لعمة من جروز شكل إسرائيل لأنها هنخسر ترتب عليها حصات خطيرة جدا دفعنا تمنها فيجب أن لا يطرق قرارات الحرب للعسكريين فقط قرارات الحرب يجب أن يشارك فيها الجميلة قرارات الحرب يجب أن يشارك فيها الجميلة لو أنا قعدت وأطل له 1815 وبعدها ب15 سنة تلاتينات القرن تلاتينات القرن تلاتينات 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 حصل اختراعين مدنيين بالكامل استخدام مدني وهم القطار جورجو ستيفينشون في انجلترا وطلغ رأى تمام؟ بقى عندي القطل وطلغ رأى 1870 قبل ما عديها 1861 إلى 1865 كانت الحرب الأهلية الأمريكية ما فرقتش عن معركة وطلغ الحرب الأهلية الأمريكية ما فرقتش عن معركة وطلغ اللي انتصر فيها الشمال لأن قوته الصناعية كانت أكتر زي أحمد ما قال فكان انتاجه أكتر من التسليح وكان قادر أن يغلب الجنوب لو كان الجنوب غلب ومنفصل كان أمريكا النهاردة ما يسمى بالولايات المتحدة الأمريكية زي السودان الشقيق شمال السودان الشمالي والسودان الجنوبي كان زمان في أمريكا في الشمال والأمريكا في الجنوب قد قمتها لان تزيد عن قيمة كندا بأي حال ويمكن كتركوع العظمى اللي تبقى في العالم النهاردة كان ممكن تبقى الصين كان ممكن تبقى اليابان كان ممكن تبقى المملكة المتحدة بريطانيا كان ممكن ده لو بيكدنا الحاجة بيكدنا الحاجة احنا انا في بيتي بيجي لي ناس كتير جدا كنت بقيتها بسلوم من العراق من سوريا من الأردن من تونس احنا مش هقول شعب واحد احنا لغة واحدة حصارة اللغة دي من استغليها لماذا ان احنا نبقى دولة او واحدة او بلد واحد زي الولايات المتحدة هنبقى نفس عدده ونفس مساحته ونفس خدراته الاقتصادية ونحاول ننمى بقى خدراتنا التكنولوجي في الدرع حتى لو مش هيعجب حاجة حتى لو مش هيعجب حاجة الولايات المتحدة اللي كانت تقسمت كان زمانها مهاردة ما نزلتش قيمتها عن قيمة كندا مين نهاردة بيسمع عن كندا دورها في العالم ماناش دور اللي يمكن حفز السنين المهم يجي عبقرية ألمانية رئيس أركان للجيش الألماني كان رئيس 1861 كان بقضته فون بسمارك رئيس وزراء يجي معا رئيس أركان عبقرية ألمانية اسمه فون مولوتكا فون مولوتكا حصل 1863 فبسمارك غلب غلب الدنمارك وخد مارتش لزويق وهلوشتاين اللي هما كانوا ألمانيين رجعهم لألمانيا 1866 غلب النمسا وأصبحت بروسيا هي المتقلم باسم الألمان 1870 حصل مشكلة مع برانسا وكان حطتها في دماغه إنه لازم يخلص عليها عشان يقدر يعمل الوحدة الألمانية القطر والطلغراف عمل مدني بحت اللي نجح باستخدامه أقصى استخدام فون مولوتكا القطر اللي كان بثلاث عربيات من الركاب حتى في عشرين وحمسا عشرين عربية وبقى ينقل عساكر وراء بعضه على معركة السيدان الطلغراف اللي كان يستخدامه مدني بقى يستخدمه للقوات العسكرية عشان يسيطر عنصوا في السيطرة على القوات العسكرية لأسناء المعركة يعرف إلي بيجرى لحظيا ويدي أومر لحظيا ويدي الأومر بتاعته لحظيا الفرنسا اتغلبت خلال يوم واحد يوم واحد سبتمبر 1870 فون مولوتكا غلب فرنسا في يوم واحد لأنه أجاد استخدام أجاد استخدام حاجتين مدنيتين بحثين القط القط والطلغراف واحد من الكواتي الكوات الألمانية تنقلت أقول البروسية لأن كانت لسا ألمانية ما ننشئتش هتنشئ بعدها بثلاث تشهر أربعة تشهر الكوات البروسية كانت تنقلت قبل الفرنسيوين ما يعملوا حشد قبل الفرنسيوين ما يعملوا حشد وتغلبوا فيهم واحد بعدها بيوم كان قلت فرنسيوين ما قاعد فيه جنب مصرح العمليات فلقى الساعة 8 بالليل بيخبطوا جمد على بابه الرجل سلاحي لابسه للجلبية والطرطور قالوا له الإمبراطور نابليون الثالث موجود تحت جاية استسلم تمام شوف العبقرية العسكرية بتوصل الدولة لإيه ولسا حكمل كمان جاية استسلم بقى نازل يضبط الأميس وحملات البطالون والزرائر عشان يشوف الإمبراطور الإمبراطور جاية يسلم وشوفه استسلم الإمبراطور نابليون الثالث قلعة ميدز استسلمت بعد استسلام الملك بعد الحرب ما خلصت جابوا قائد قلعة ميدز يحكموه فقال لهم وماذا كان قد بقيا لقد استسلم الملك فقالوا له رد عليه بقى المدعي بمنتهى الحكمة قال له بقيت فرنسا بقيت فرنسا الملك استسلم لكن بقيت فرنسا بقيت فرنسا المهم اللحظة دي أصبح واضح جدا أن أي اختراع جديد حيتم استخدامه ممكن يقلب الترابيزة بالنسبة للعمليات العسكرية يمكن حاجة اللي أنا أحب ديبها 1852 الفرنساويين كانوا اختاروا عن متروليوز والاسم متروليوز اسم فرنساوي وكانوا معتقدين أن زي كنبيلة الزربية أن المتروليوز حيمنع الحروب لأن القتل فيه حيبقى للركب وقد كان في الحرب العالمية وقد كان في الحرب العالمية بعد معركة سيدان الألمان دخلوا باريس دخلوها والحاجات السورية السوفية بالنسبة للفرنساويين الألمان دخلوا برلين مرة واحدة معنا باليوم بنابارة 1805 الألمان دخلوا باريس ثلاث مرات في 75 ساعة كانت أول مرة معوتة بون بصمارك وفي بون مولوتكا يوم 19 يناير 1871 في فرسيل في القاعة المرايا تم تتويج فيل هلم زي ما بنسموه أو وليام الأول إمبراطور وتم إعلان الإمبراطورية الألمانية شوفت المصرة معركة نتيجة الزكاء واحد أنشأ إمبراطوري وممكن نتيجة الغباء واحد دمر أمة ودي أهمية الكلمة بتاعة كلمة صوحة القرارات العسكرية أخطئة مما تطلق للعسكريين من مفرطة لازم يشارك فيها مستعمل يمكن يبقى فيه مجلة ومينكلم ممكن يشارك إزاي يعني ممكن يشارك إزاي ممكن يشارك إزاي الفترة اللي تمت بقى بين أكت ومحوص لحل لحد أكتسومية وأربعتاشر يمكن الحاجات اللي زهرت فيها كانت تطور مكتش كتيرة لكن أهم حاجة سهرت فيها كانت الغواصة قلبي تسعونية ساعة كانت الغواصة الغواصة هتغير مجرى الحرب العالمية الأولى والحرب العالمية التانية بنسبة كبيرة المصير للدهشة أنه نحن نقول الزباطنا صغارنا ممت بردن على البكرة أنا كنت بدرس سنة 1984 لطلبة الكولية الغنية العسكرية من نهاردة الوقات بس عشان بردو اللي بيتكلم بيبقى بردو من حيث سنو إنه شخص ليه ما أنا كنت بدرس الوقات من هاردة بالخدمة وخسر 20% بس وكانت ضد التاران والنيران الإنجليزية دي أهمية قراءة التاريخ الروس مقروس التاريخ نفس الكلام اللي حصل في سيدان سنة 1914 يوم 29 أغسطس فلد مارشال مون هندنبرج اللي مسك بعد كده رئيس ألمانيا اللي مسك رئيس ألمانيا في معركة تننبرج كان معي 50 ألف سمسنوب كان قائد الكوات الروسية كان معامية ألف اللي حصل إنه هو راح منازل قواته بالقط ومطوّق الكوات الروسية وغلابها مفيش في يومين لدرجة من السمسنوب من الصدمة راح الغابة وانتحر ودي موجودة في الفيلم بتاع نيكولا التاني راح الغابة وانتحر يمكن الحاجة كمان اللي تغيرت إن البندقية زي ما هنشوفها أيام وقتل له كانت شحن عمامي اللي كانت الأستاذة بتقوله اللي تغير إنه هما قدروا يعملوا كدرة الترباس والطلقة تتحط من ورا يعني كدرة الترباس والطلقة تتحط من ورا الحرب العالمية هو بقى لما قامت هو فيه كتاب كويس جداً عن نت اسمه كنان الوض tactics ALI الموجودة اتشياء الحرب العالمية الأولى والحرب العالمية التامية والحرب العالمية التالتة حالي 누ك نين اسماء الدلع التي كانت تتقلم عليهم الحربرة العالمية الأولى كانت بيقلم انها حرب كيموائية كانت بيقلم إنها حرب استكaisia لانها حرب خنادي حرب العالمية التانية كان بيقلا عليها إنها حرب فيزياءية لأنكتống فيها الرادار والسواريخ وحرب ديناميكية لأنها كانت بتاعتمد على البليزي كريب الحرب الكيموية كان فيها كمان الغازات السامة بعد كده توقفت ويمكن أنا في ملحوظة وأنا بحضر الكلام ده قارتها وبرجم أن بعد 60 سنة نرد عليها الناس الأجانب كتبين على اليوكابيديا أن الغازات السامة لم تستخدم منذ الحرب العالمية الأولى بعد الاتفاعلاتها باستخدمها إلا مرة واحدة استخدمها المصريين ضد اليمن أسنع حرب اليمن 62-67 أرجو أننا نرد عليها وإذا كان ده صح حيث عني جداً وإذا كان غلطي نرد عليهم ونقول أنه غلط في الحرب العالمية الأولى كان بيبقى حرب خنادق والخندق كان ممكن بيمتاد على حدود دول كاملة أكثر من دولة والخندق كان بيبقى موجود في العساكر وكان بتعمل على شكل زجزاج ليه؟ عشان لو بتقوم بلك حتة ما تدمرش كل العساكر اللي في الخندق تدمر العساكر اللي في حتة الزجزاج ده بس كان بتحط على بعض 40 متر منه أسلاك شيكة الخندق التاني بتاع العدو كان على بعض 900 متر أو 1000 متر وبرضو قدامه على بعض 40 متر أسلاك شيكة أثناء العدو ما هو بتحرك وده في الحرب الأولى وده أنا هعلق عليها كان بتحرك 900 متر العساكر بتجري شايل البندقية العسكري بيجري شايل البندقية وشال الزخيرة بتاعته من أول 900 متر القندقية اللي كانت موجودة ساعتها كانت ممكن تسيبه سبب جرح لما يوصل ل400 متر كان ممكن تبقى قاتلة وهو بيجري لابس السطرة العسكرية بس أنا قدي مكنش فاهمها ليه ما أدور لهاش على حال لما بيجي يقبه عنده 40 متر عند السلك الشائط لما بيجي يقبه ويبطل يقصه عشان بيبقى هذا بس لابت كان بيموت من السهم مات ألوف من ألوف نتيجة لهذا التكتيك الغبي القؤاد العسكري اللي كان بيحض القرارتنا والقؤاد السياسي كان عندهم دم وضمير إزاي أن ألوف الألوف تموت لأنه بسدر عليان بيواجه واحد الخندق بيدرب عليه وكانوا بيبدلوا على بعض بيبدلوا على بعض وده يقتل ده وبعدين ده يهاجم ده وده يقتل ده كان الخنادق بتتحطى على زي قلت الشكل الزجزاج وثلاثة حنادق وراء بعض بين كل خندق وخندق 400 متر وبينهم خندق اتصال عشان يتنقل منه الأكل ويتنقل منه التعليمات بحيث أن على بعد 400 متر يبقى قادر إن لو عد الخندق الأول أنا أطوله في الخندق الثاني لو عد الخندق الثاني أطوله في الخندق الثالث فين بقى؟ سنة 16 لما قالوا أعساكر الرومان لما كانت بتهاجم وكان بيتدرب عليها بالسهام أعساكر الرومان وتقدروا تشوفوهم في فيلمين على فكرة في فيلم بتاع كيلوباترا بتاع الفيلم بتاع الإزبستيل لو هم والإسكندرانية بيهاجمون في إسكندرية لما حطوا الدروح فوقهم فبقت السهام تنزل على الدروح وتقدروا تشوفوه في فيلم 300 مقاتل إسفارتي وهما برضو بيتدرب عليها مليون عسكري فرسي جدا وهما حطين الدرع فقالوا هل نقدر مسك العسكري الدرع بحيث الرصاص يجي في الدرع فقالوا لا نعمل الحاجة حديد تمشي قدامه والدرب يبقى هو مداري منه في الحاجة الحديد لحد ما يتفدأ العضب في الخندة والحاجة الحديد لما يتمشي قدامه تم نحط فيها مطبع رشاش ومطبع فكان بداية فترها الدبابة كانت الدبابة والتالي تأكس عمر 16 كانت سرعتها من 4 إلى 6 ميل حوالي 10 كيل الساعة وكانت كسيرة الأعطاء الألمان بعد 16 رد وعلى طول فقالوا الدرس وعملوا أما كمان وعملوا أما كمان الدبابة احنا المصريين المصريين أيما كانوا مصريين خذنا الدرس من الهكسوس وبعدها بدعة عشراتنا السنين لان كانت الزمن يختلف عملنا العجلة الحربية طردنا الهكسوس بها بأحمص بدأ الامبراطورية بها تحطمس عمل الامبراطورية المصرية بها الألمان عملوه لقطوا الدبابة بعد 6 شهر احنا لقطنا بعد 10 أو 15 سنة وعملنا العجلة الحربية وغلبناها النهاردة طبعا انا معتفلش ان احنا انا معركتين كبار جدا معركتين كبار جدا حصلوا سنة 16 معركة الصوم معركة الصوم انا عدت على الصوم في زمان سنة 78 قبلها باسبوع المدفعية البريطانية على كل الجبهة تندها تضرب لمدة 24 ساعة بدون توقف وقالوا للعساكر بطاقهم لما هتروحوا مش هتلاقوا عسكري حي مش هتلاقوا فار حي الألمان كانوا عاملين ايه؟ كانوا عاملين الخندق اهو وعملين الخندق تحتين اول ما انتدى الضرب ونسلوا بتاع الخندق اللي تحت بعد ما خلص الدرب وابتدى الهجوم تلعوا الخندق اللي بوق ودوكا كوكهم بهم هم جايين بالطريقة اللي انا قلتها ما بين الساعة سبعة صباحا والساعة عشرة كان فيه خمسين ألف قتيل انجليزي قتيل وجريح انجليزي المعلق الانجليزي بيقول لو كانت المحطات الفضائية موجودة الأيام دي كان الانجليزي أوقف الحرب في نفس اليوم دوت كان قبل الساعة 19 خمسين ألف إصابة ما بين قتيل وجريح ما بين الساعة سبعة والساعة عشرة المعركة التانية كانت معركة فردان معركة فردان كانت بين الألمان والفرنساوين قعدت من شهر اثنين لشهر اعتاشر كل طرف خسر فيها تمنمائة ألف متخلل الأرقام تمنمائة ألف بين قتيل وجريحة من الحاجات اللي اكتشفت كمان احنا كنا قلنا البرود الأسود الناتروسوليولوس الناتروسوليولوس الناتروبليسرين كمادة قصفة احنا عندنا نوعين من المواد البرود الأسود او الناتروسوليولوس والناتروبليسرين والتين تين ده مادة قصفة ده مادة قصفة يفرقوا ايه؟ لو انت حضرك عندك ده عمود حديد وحطيت هنا المادة القازفة وولعتها هترمي ده عشرة متر عشرة متر عشرة متر قدام لكن مش هتكسرها المادة القصفة مش هترمي متر لكن هتكسرها لانها لوكاليست انا كنت تفرجت مرة على حلقة من الحلقة عندكم هنا في العلمانيون وكان نفسي اطلع عنوطك الشاشة للدكتور خالد منتصر لما كان بيكدب الاسلحة الفاسدة في 48 هو فعلا ما كانش فيه اسلحة فاسدة في 48 كانت زخيرة فاسدة الزخيرة اللي ما بتتجر جوه المدفع اللي بينفجر الجزء القازف مش القازف القازف بيطلع في الدانة عشان الطب تدرب على الأرض وتهم تدرب في العدل الجزء القازف ده المفروض ماينفجرش جوه المدفع طب ليه كان بينفجر جوه المدفع لو حصل لو طالتوا تغيرات جوية شديدة من حرارة ورطوبة وبرد وحر بيتشقق لما بيتشقق بدل ما بيتحرق طبقة ورطبقة بيتحرق كل مرة واحدة فبيدمر المدفع يعني مع كل الاحترامة اللي بيتحرار منتصر لا تمانية واجهتنا يا ساحا ماشي عماء الموافق المعد مكنش فيه اسلحة فاسدة كان فيه زخيرة فاسدة وترتب عليها ما ترتب اللي أنا بقلته وقلته ليه؟ لان المادة القصفة بتتشقق فبتتولع كلها مرة واحدة فتتحول لمادة قصفة مش مادة قصفة يعني عشان نبقى من الحاجات طبعا اللي استخدمت الغازات السمة استخدمها الأول للألمان استخدمها الأول للألمان وماد 35 ألمان أول استخدم لها قد صد من الإنجليز ماد 35 ألمان فابتدوا الإنجليز يستخدموها فابتدوا يتخذوا قرارات ان احنا مش هنستخدم الغازات السمة وتمسكوا بيها الحرب انتهت الساعة 11 يوم 11 حداشر حداشر سنة 18 معاهدة فرساي كانت سنة 19 في يونيا فرضت على الألمان لا تعملوا مدافع لا تعملوا بوارج حربية تدمروا المدافع والآخرة ما بين الحرب العالمية كان فيه كابتن فرنساوي عمل كتاب اسمه أقلت لإحتراك الدخل قالت لإحتراك الدخل له يلا يرى الاسم ذا يقول ده كتاب في الهندسة الميكانيكية لا ده كان كتاب لكابتن فرنساوي الكابتن ده كان اسمه شارل ديجورج قالت لإحتراك الدخل اللي هي بالدور العربية بتاعتنا دلوقتي هتبقى في الدبادة هتبقى في الطائرة هتبقى في الغواصة فلابد نديها أكبر عناية ممكنة ثوري كتاب فرنسا حضراءات الظباط الفرنسيين يحب النريد مقردوش حضرات الزباط الألمان يحب المعرفة الترجم ألماني وتوزع على جميع الزباط الألمان من الحاجات الرطيفة الواحد استنتج منه نتيجة كان اسمه هانزا قدريان هانزا قدريان ألماني كان الإنجليز والفرنسوين بيعتبروا الدبابات ملحقة على قوات المشاهد هو قال لأ دبابات تبأسلح لوحدها أسلح اختراق مع الطيران هنحقق نصر كاسح الفكرة دي ما كانت لهمش خالص لحد ما انتغلبوا في فرنسا في معركة فرنسا 1900 وردين الفكرة دي ما كانش يقتله ودي أنا مش متحيز الألمان يعني أنا بحب الإنجليز أنا عيشت بقوستيهم وليع صدقات كتيرة جدا بس دي عبر الألمانية دي عبر الألمانية الاستخدم القطر واستخدم التلقراب وبعدين الراجل التاني الدبابة هتبقى منفصلة وتبقى أداة اختراق هي والطيران وتبقى دي حرب البليزي بليك كان هانز ودريان اللي كان زهر في الحرب الأولى في الحرب الأولى وعلى استحياء باستخدام ان تخطر عجل سنة و سبعة الغواصة وبتابت انجلترا ألمانية تحاول انها تسبيل مراكب الإنجليزي في الحرب العالمية التانية كان سلاح أساسي عشان يركع انجلترا بحرب الجوع عشان يركع انجلترا بحرب الجوع كانت ايه عيوب الغواصة اكبر عيوب الغواصة انه عشان يشوف بالبيلوسكوب كان لازم يطلع عريب من السطح لكن عشان كده بشتبك بالليل لو قاعد يوم أو يوم ونص بالكتير لازم يطلع فوق عشان يشحن البطاريات بتاعت الغواصة من خلال محافة جديدة وعشان يدخل هوا جديدة عشان الطعم يتنبس به ده تغلبوا عليك الغواصة النهوية وحقولها وحقول ايه لما نبتدي نتكلم على الغواصة النهوية الألمان الألمان اللي ردوا على معادة فرسايا بالطاعة تمام يا فنطم سنطيع بس السنطيع ما قتبتوا على الورقة ومالكوس دعوا باللي بعد كده الألمان كانوا يصنعوا المركب المدني بالتجاري ويحطوا فيها المكان اللي حيحطوا فيه المدفع لما يسقطوا معادة فرسايا الألمان قالوا انتم شعايزيننا نعمل مدافع هنعمل سواريخ كان العالم كله ما عاربش يعمل سواريخ مرة تانية دي العقرية الألمانية أنا مرة كنت في ألمانيا فبيكلموا على عقرية مصرية قلتوا أنت كواسل تكلموا عقرية مصرية أنا بتكلموا على عقرية الألمانية فنبقى كده حرسين فنبقى كده حرسين فكان المدفع حل مكانه السروح ده النمراء واحد نمرت نيل انت بتقول لي لما تعملش مدمرات هعمل مركة تجاني وهعملها بحيس تنفع تبقى مدمرة وهعمل المكان اللي حط فيه المدفع ساعة من نصف معاهدة فرسايا وقد كان لما هتلع أسقط معاهدة فرسايا في حاجتين هقولهم الحرب البليز كريك كانت بتعتمد على اختراق بالدبابات السريع اختراق بالطقران ببقى ورا المراكز الشؤوني الإدارية بتاعة العدو ورا مراكز القيادة بتاعة العدو وبعمل له ارتباك بقى بيسأل بيخسر الحرب حضراتكم ممكن ما تتخيلوش العزمة بتاعة هذه السياسة في التطبيق إلا لما تعرفوا ان الألمان غلبوا فرنسا فاربع أسابيع غلبوا فلاندا ثلاث أسابيع إسرائيل غلبتنا فاربع تيام لأنها كانت بيستخدم نفس التكتيل محدش عندنا كان الزباط المسلمين زي بالزباط الفرنساويين قادر يتنبأ إنهم ممكن يعملوا كده طيب لو ممكن يعملوا كده الرد عليهم إزاي إن عندها قوات احتياطي ورا عشان تقدر تتعامل مع القوات اللي هتتحرك وتحصل من ورا إن انت تتواجههم بحرب بليسي جريك موازية تعادل الحرب بتاعتهم عشان تبكهم زي زي ما بيال بقوك الحاجة الأغافة هانسي قدريان للدبابات حتى ده سلكي بقى أثناء الهجوم بالدبابات قادر يكلم الدبابات اللواء المضرع بتاعه كله هانسي قدريان في المعركة مع الاتحاد السوفيتي عمل واسبة بالتعبير العسكري 250 كيلو في يوم واحد 250 كيلو واللي وقفوا إنه انفصل على المشاة فممكن مشاة العدو الطول فوقف لإستنيها فرنسا لما فرنسا لما تغلبت بربع سبيع كانت شيرشل مانسك رئيس وزراء بريطانيا فبيسأل جون دلاديير رئيس وزراء بريطانيا قال له كوات لحتياتي بتاعه قال له إجابة غريبة جدا ما عنديش كوات لحتياتي ما عنديش كوات لحتياتي دي فرنسا ما عنديش كوات لحتياتي دي فرنسا ما عنديش كوات لحتياتي ويجي الواب دي فرنسا يستسلم فيها ده بيبين قد إلا قد إلا المزعى الوطنية أو سموها زي ما انتو تحبوا بعد الهزيمة دي ابتدى تشيرش لي فوق ده في حاجة مختلفة الناس دي بتستخدمها دي قد إلا ابتدى يجيب الكادة بتوعه لو سمحتوا حطولي خطط مضادة للي بيعسلم جابوله خطط رد عليهم بكلمة واحدة قال لهم اللي أنا شايفوا ده خطط 1914 نوت 1940 أنا شايف خطط 1914 وليس خطط 1914 وليس خطط 1940 انتو شوفوا الناس دي بتعمل ايه؟ لو مكننش حنو جريهم يبقى حنتغلب لو مكننش حنجريهم يبقى حنتغلب الألمان كانوا أول ناس يستخدموا السواريخ في قتال فعلي أول ناس يستخدموا السواريخ في قتال فعلي عملوا المعين من السواريخ V1 و V2 كلمة فيه جاي من Vengeance Vengeance بالألمان انتقان فV1 كان عبارة عن طيارة بدون طيار بتطلع وأنها طيارة لحد ما ترسل فوق لندن الوقت بيخلص بتنزل تخبط في لندن كان المجيعة الألماني بقول لهم احنا عايزين نقول لكم الطيارة احطوها فين بس ما نعرفش احنا نفسينا مش عارفين بس الحاجة اللي حلمانيك انها احطوها في لندن المهم الألمان الانجليز حاول يرد بسرعة حتى مكرايا مضادل للطيارات على طول الساحل عشان يضربها هوية جاية الساحل اللي بيحمي جنوب انجلترا والطيارين الانجليز كانوا بالشريعة جدا انا ايام 78 اتعلنت لطياران في انجلترا وطيارت هنا كنت مع طيارين الانجليز وكان بيحكو لي طيارين العواضيس كان بيتير جنب وشبتها بعد كده اللي مجد هنا بيطير جنب الساروخ الساروخ كان مبنح بيطير ويجي يحط جناح التيرة تحت جناح الساروخ ويوم قلبه يوم الساروخ خلاص وقع طبعا كانت بتحتاج شجاعة لان اي غلطة منه ممكن تفجر الساروخ فيه وانتهي فقد محتاجة شجاعة منهم ماتتت معركة بريطانيا بعد معركة فرنسا الانجليز كانوا عامل اكتشاف برضو نشوف التفكير بيتحرك ازاي ودي احنا ممكن بنحساها كل ما هنا وهو بيسمعوا الراديو لما الطيارة بتعدي فوقهم كان الراديو بشاوشا فقال لك يبقى ايزا الموجات الكهروماناتيسية قادرة انها تكتشف ان فيه طياران فعملوا الرادار لما احتل فرنسا هتلر وابتدى يطلع طيارانه منها كان بيسمعوا التصنط الالماني بيسمعوا الانجليز بيبدو تعليمات واضحة جدا التهران جاي من الناحية الفلانية بالارتباع الفلاني بعدد كذا اطلع قابل فكانوا معتقدين انهم جوازيس بعد شوية عرفوا من الرادار فشوف الاختلاع بتاع الرادار انقذ انجلترا من نفس مصير فرنسا وخلاهم يكسروا معركة بريطانيا ويغلبوا سلاح الجو الالماني ودي برضو قيمة ودي قيمة ان انت حاجة سغيرة بتفكر فيها بتستخدمها وتنقذ بلد احنا سبعة وستين فوجئنا باليهود فوقنا وبيترابوا ممراتنا وبيقول لك احنا ما كانش عندنا رادار للتهران المرخفض ومدخلت كيش اتنين وسبعين 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 كنا حطين بغل التهران المنخفض نقاط مرأبة بالنظر على المرأبة بالنظر والمرأبة بالنظر على طول بالتليفون أو باللاسلك بيبلغ التهران عدى المفووي فبيبقى في حلول لكل حاجة بس اللي عايز يفرق المشكلة التعام للمانيا Ahhh في الحرب الخير هتلر حتى كل رهنوا على السواريع بيوان أو بي 2 اللي هو يغتبر باريز حتى كل رهنوا على السواريع لم يحطوا الامريكان أدخلوا عونهم عليه كنا نشعر حاجة عن السواريع خالص لدرجة السواريخ بي 2 اللي كانت بتتدرب乃 لندن لهم هم ما كانا موجودين بكثرة والانجليس كانوا عارفين ندرب باkey تخيل دولة في حجم أمريكا وفي حجم الهندبطلة مش عارفة تدرك بإيه فخسر الحرب لو كان حط تركيزه على الأمبلة يمكن صناعة العسكرية مهمة جداً وهي اللي بتخده الصناعة المدنية للرقية والتقدم وهي اللي بتحمي الدولة أي دولة بتشتري أسلحة من الخارج مهما كانت هذه الأسلحة في أعلى دراجات التطور ممكن لو قطع قطع الغيار بيوأكر في الأثنين فاتصناعة العسكرية مهمة جداً الله يرحمه، المشير عبدالحريمة بغزالة كان لدي كلمة جميلة جداً بيقول دولة بدون صناعة الصواريخ هي دولة خارج التاريخ قال لي تعبير جميل، يقول أنا مش قادر لا أعمل الطيارة ولا الدبابة ولا البارجة لكن أقدر أعمل الصرخ اللي واقع لكن أقدر أعمل الصراحة الواحدة، فدي نقطة نحن نخليها في بالنا. للمرة الثانية الأمريكان والموليسي سنة 14-45، ما كانوا نشعرفين لندن بتتدرب بإيه؟ دول رزمة ألمانيا سبقتها في المجمار العلمي والتكنولوجي لدرجة أنا منشارك إحنا بنتتدرب بإيه؟ وأول حاجة عملوها لما تقرب هزيمة الألمان بعتوا لنا اسمها ألسوس، ألسوس بالليوناني معناها سوق بالباب، لكي تكمع كل علماء السواريخ للألمان، لكي تكمع كل علماء وعلماء الزر الألمان، وتجيب كل السواريخ اللي الألمان ما استخدموهاش لسه، لكي ندرسها ونشوف هنعملها إزاي؟ أنا بقى شفت الصالوخ بيتو سنة 78 في كرامفلت كنجلترا، والدكتور اللي بيسرح لنا بيقول دي أول ما جبنا الصغافة دي كان رجل كبير، كنا بنحل الطلبة بتعمل الدكتوراه ومجستر عليه، تاخد الحتة دي وتقول لي بتشتغل إزاي؟ ودي درجة المجستر. المهم، ده يبين أهمية العلم، جدا 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 جدا، وعشان كده أنا بقول يا ريت نبقى كل مرة نعمل محاضرة علمية، ده يبين أهمية حاجة تارية المهمة جدا جدا جدا، نقل العلم التكنولوجيا، طول ما العلم علمي بس، ما بيحققش حاجة لحد ما بتحول التكنولوجيا، لو أنت كتشبت كتشبت بي، ما بيقلوش إيمة إلا لو حولتوا الدواء، إلا لو حولتوا الدواء، إلا لو حولتوا الدواء، ابتدى يتطور حاجة مهمة جدا، مدنية، ظهر سنة 46، اسمها الكمبيوتر، ابتدى يتطور، تطور الكمبيوتر، ابتدى يتطور نوع جديد من الأسلحة اسمه الاسلحة الزكية، أنت ممكن تحط على الغامل الدبابات، الغامل الدبابات، دباباتك لما تعدي عليها، ما تدربش فيها، ولما الدبابات العدو تعدي تدرب فيها، عن طريق جهاز تخاطئ، دي أنا عدرتها سنة 90، وأنا بعمل كنت مستير تانية كم الترب، الساروخ، كنا عدتين فيه اكسبرت سيستم، ممكن ده بداية الارتفاشيال انتليجنس، اكسبرت سيستم، وهو بيتدرب، أنا ما ببقاش مناش نوع التاروخ، أنا بدرب الساروخ لأن فيه طائرات، طائراتي وطائرات العدو مشتركة، هو عنده صور طائراتي ما بيدربهاش، وعنده صور طائرات العدو بيدربها، كنتم بنتحك بقى ساعتها، يعني، اللي بتعمله ده، اللي بتعمله فينا ده، الساروخ هو اللي بيميز، ده طائراتي مش مضربة، وده طائرات العدو، اللي كان ليا صديق انجليزي، كان شغال معايا، وكان صديق عائلي كمان ليا، وكده، كنت انا كنت دفتالي ساعة نكسعين، فليقتوا مرة ساعة اللانش، بيقول لي تعالى، أنا مش، ما اسيبك من اللانش، تعالى، لأن كل الناس بتطلع الانجليز، كلهم كانوا بيطلعوا، عشان يحضر اللانش، حاوليت حاجة الواجه، اللي هو شغال به، قصيفة بزوكا قد كده، الهد بتاعتها قد كده، السيكر، اللي هو زي الانتنة بتاعتنا على الرادار قد كده، قال لي دي، بنضربها بزوكا، وتطلع ارتفاع ثلاثة كيلو، وهي نزلة قد كده، والهد قد كده، بتبتري تدور على أي جسم متحرك بالدبلر إبكت، الجسم المتحرك يا دبابة يا عربة مضرقة، لما تضربها بالفوق دي أضعف نقطة فيه، لو نزلت لبعد كيلو، وما نقرش جسم متحرك، تدور على جسم معدني، عشان تضربه، حتى لو بتاعته شغرة، لأنه بيباني جزء المعدني، الشغرة ما ببانش، الرادار مشيبهاش، لكن نشوف الجزء المعدني، قال لي، لو كان كمان فيه نقطة، فيه حاجة عطنا فيه، لو الجسم سخ، يبقى تضرب قبل كده، فما تضربوش عشان متعملش أمبر كلك، اضرب الجسم البند، بعدين قال لي كلمة، وأنا هقولها، وقال، فكان ده السمارت ويبن، وكان ده الكمبيوتر، انا هحاول ان اشطق سريع، الحاجة اللي اتعملت، عشان تواجه، زي ما قلنا، المادة البوليسي بتاعت الميت والأشورت الدستركشن، الاسي دي اي، اللي هو الامريكان كان يعملها، عشان يدمر الثواريخ، وهي طلعة، يدمر الثواريخ بتاعت الاتحاد السوبيتي، وهي طلعة، ويمكن محاولة الاتحاد السوبيتي، دمرت اقتصاده، انه يلحق بهذا الكلام، وتسببت باستسلامه، يمكن النقطة الأخيرة اللي حاولها قبل ما أكل، الغواصة النووية، احنا كنا بيقول الغواصة بتقعد يوم أو بعض يوم، الغواصة النووية، لو افترضنا جدلاً ان فيها سامبودي، عنده أكله شربه، ومش مهم الهواء، ممكن يوعد عشر سنين تحت المياه، تاني، يوعد عشر سنين تحت المياه، المحرك نووي، وشوية عقود نووي، ما يزيلش عني دي كده، يزيلش كده أقالي، يشغله عشر سنين، الوقود النووي ممكن بيولد كهرباء، بتشغل المحرك، فتماشي الغواصة، ياخد مية البحر يحللها، يطلع أكسوجين، لو عنده أكل يوعد عشر سنين، الغواصة النووية، كانت تطلع مرة كل ستة شهر، لسبب مضحك جداً، عشان تموين أكل للطعم، لكن ممكن تقعد، الغواصة كانت قيمتها، إن لو اتضربت منها سواريخ، لن يستطيع أحد أن يعرف هي جاية منين، لأن الغواصة على عمق مية متر، أو حتى عمق مية متر، لا الرادار بيشوفها، وتم تغيير المحرك بحيث ما بقلوش صوت، ولا السونار بيسمعها، لا الرادار ولا السونار، شبح، وتضرب سنون، طب بتعرف إزاي الأوامر، كانت بالليل بتطلع جهاز لفوق، بيرقط لو جايلوا أوامر، اضرب أو عغير الكرسي تاعة، غير المصار، إلى آخره، المهم، يعني أنا أرجو إن أنا أعربت بس بالنسبة لحضراتكم فكرة سريعة، كان المفروض أنا نفسي أجهدت وأنا حاسس إن أنتوا كمان أجهدت، وإن أنا أتكلم على العمليات العسكرية وكده، لو حيب أن فيه فرصة تانية هتكلم عليها، عشان ندي فرصة لحضراتكم للأسئل، وأنا مشكل جداً لحضراتكم، والإنصادكم، والاهتمامكم بموضوع جاف زي هذا الموضوع، لو أن هو بالنسبة لي موضوعاً، اللي أجهدت نسبة لي موضوعاً، اللي أعرفه إنه سلت كيلوش تايماً، إيه سورس إن كان فيه زخيرة فنستر كمانية والباية، يعني كان فيه مصدر معاهم، لأنه اللي أعرفه إنه دون حوالي خمس كيلوش في مواجهة جيش واحد، اللي هو الجيش في الإسرائيلي، واللي أعرفه تاني، ودي معنوش متأكد منها، إنه هم بينه وبنتا القبيب كان الفاصل كم كيلو، وغليما كان عيد الأرحى وعيد الفطر، وهم ارتكنوا للبدوء، فالجيش الإسرائيلي ما بيتروبه، هذا كان سواد رئيسي فتصالة الحرب في قرنية مدمية، أقول، ماشي، أنا ما أقول، في أمريكا وكده، العفرام الوصفية للغاية عن الأسلحة في أمريكا، يعني الكيداني، بدي اعتمد على المشاوات الأخرى التي تطلب في جامعات مدنية، مش عسكرية، هندازة وكده، وعنشارة مجرية أنهم يصنعوا أسلحة، وموردوها للجيش، خفيفة، والخسائب لديها أكبر، ونحن نريد دولاتهم يستورد منهم الأسلحة التقيلة، فدولاتهم، يعني مستقبلنا أي معاً، وفصلة لأننا نكمل، والدبو، بأسلحاتنا التقيلة، ونوعف استرد، ونقراش نسجح أحسن، وانا، إيه الفكرة للمستقبل؟ مرحبا على كيفاء، إنك تحب الجيش أو الجيش، أتمنى أنك تحب الجيش، ما هو فهمته، وأيضا، إمهار تتوضح، إنك تعافيت أن الجيش في كل غير هو لم يوجد الجيش، ثالث تفسر، أنا أتمنى أن أعطى أنهم أكبر، سؤال، الحرب الأكبر أقوى أو الحرب المسلحة. نعم، فقط بس انا بس بالنسبة للدول النامية و همصل الموضوع من ناحية علمية شوية حاج البحث العلمي اللي هو بترتب عليه اختراعات وبعدين يدهل العلمي للتكنولوجيا وضع الدول النامية اللي في العملية التبنائية بعدها نوها وخاص بيها بتقدر تعمل عملية تطور عشان يبقى فيه التوازن مش اول الاسباقية وانما التوازن في عملية ايجاد نوعية من الميكدولوجيا بتقدر تعمل عملية التوازن في حالة الصراعات وأشكرك انا اشكرك وأشكرك بس فيه رقطين وانا عايز اشير لهم مضوطة ان مقياس القوة دائما من فكرة الاتحاد او من فكرة ضمن ما يجمع الامور المشتركة من الدول او الشعوب زي اللغة او القومية او العرب هيا انا مشكل مشكل مش التجارب التاريخية كلها البتلكية وحتى التجارب الفعالية على فكرة يعني دعوة حضرتك ان تبقى دولة واحدة او حتى كونفدرالية كونفدرالية انا عدنا نماذج للدول القوية جدا ومش بس قوية على عسكرية يعني ما درش اقول ان سويسرا تصنف انها دولة طعيفة وتعلم بيدا ان سويسرا انهاش قوات عسكرية كذلك يعني فكرة اختزال القوة فيما يتعلق بامتلاكة القوة العسكرية او القراد العسكري ده برضو منظور ربما يكون سندوا الى حد ما بنية المجتمع اللي نعيشنا فيها والثقافة اللي نقلعها السقافة الدينية النقطة التانية اللي انا عايز حقيقة استطرد فيها فكرة التدايخ والما بين الصناعات العسكرية والصناعات المدنية يعني حتى كان في احد اسئلة فاكر ايام من السنوية العامة الناس بتسأل ايه لازم التفاضل والتكامل اللي احنا كنا بتدرسه الناس مش مستوعبة يعني منهم فرد علينا المدارس ساعتها ان معادلات التفاضل والتكامل لها اهمية في اطلاق بعض الامور زيه حاجة صواريخ والفضاء طب يعني لك انت تخيل ان احد الاكتشافات او احد الضرورات التي كانت مرتبطة بصناع غزم الفضاء استفدنا منها في التواصل بحاجات كتيرة بس هو اللي انا عايز حاجة طولك يعني حاجة قلت ان الصناعات العسكرية هي قاطرة التكنولوجيا او الصناعات المدنية بشكل عام عبرت كده مرور الكرام ممكن طولك تدو عليها حاجة التالت السؤال الاخير عندك اي اسهاد لما اتعلق بالتطور العسكري في الصناعة الامريكية خصوصا ما اتعلق ان الصناعة الطيران ان الجيل الخامس حاليا هو اخر اجيال طائرات اللي بطيار ان فوضون سنوات الطيران مشابهي طيران حاربي بطيارين من ارسك ايها الوصد ان الجيل الخامس ايه اصدر انت جبت منه مصدر انا مقولش ان في الصلاح فاسد ان اقلت الزخيرة فاسد ايه وقلت الزخيرة اتنين زباط شركوا في الحرب دوت واحد فيه مستوشد والتاني مستوشدش اتنين زباط شركوا في حرب تمانيا بطياري واحد فيه مسلم محمد رشاد الشناوي كان هناك زخيرة باسدة وكان بتنفجر في المطلع وبتنفجر في المطلع فالسورس بتاع أبويا قاسب انه مات لو كانت حي كنت جاءت المردية وكان حكالك الحكاية بس تاع فده السورس بتاع أبويا السؤال الثاني وان society مسروق التحرر بكيات الانتاج المدني بلاش تسليح او اماذ يعمل التسليح later hell 되اشا في الولايات المتحدة أنا مع القرس اللي هي دور رائد جدا وخصوصاً دور رائد جداً في الفاين تكنولوجيا والفاين تكنولوجيا هي المهمة اللي بتعمل كنترول وبتعمل إنتليجنس وارك دور مهم جداً الحاجة اللي أنا عايزكم تصدقوها وأحلف لكم على مية تجمد أنا جمعية مية جايبها من دمتها زمانها الزاعة أحلف عليها تجمد إحنا نقدر نبقى زيهم إحنا نقدر نبقى زيهم إحنا عندنا عقول أحسن منهم مش هقول زيهم أقسم بالله أنا ما كنت في انجلترا وعندي 27 سنة كنت أقول لي الانجليزي القاتي أنا مش عن هرور أنا بيني وبيني وفرق كبير لفرق دار صارحي ما كانش بيجاله معايا ما تجالش معايا أول ولا لسه شايفها على النت من يومين أول عميدة كلية هندسة في كندا مصرية تاني عميدة كلية هندسة في كندا مصرية انت مش عارفين تستغلوا ناسكم انت مش عارفين تستغلوا ناسكم مصريين كتير لو أنا بأيدي سلطة وطلعت مليون مصري مش هقول عشر تلقات مليون مصري هيسود العالم المتقدم في غرب أوروبة وبأمريكا انت مش عارفين تستغلوا ناسكم الإجابة اه احنا نقدر نعمل تكنولوجي اه نقدر نعمل كل حاجة اللي ما احنا ما بنعملش ليه؟ عشان ما بنعملش ما عارفش دي إجابة ولا مصريبة ولا هروب من الإجابة لان مرة واحد قال لي انت جبان مرة بيقول لي الإجابة في الوضع الحديقة انت شايف ايه؟ انت شايف حاجة بيقول لي انت جبان احنا نقدر نعمل ليه ما بنعملش؟ عشان ما بنعملش وحط بقى اللي انت عايش بحطه بعد كده السؤال 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 الحرب المسلحة أقوى في العضلات الحرب البردة أقوى كان فيها تجسس كان فيها إعلان وكان فيها حاجات كثيرة جدا كان فيها حاجات كثيرة جدا في عرب السؤال السؤال عرب عضلات تسليح في الأسبوع والهت جنية كان فيها شئة أنا آسف بالتعبير بس ما أقدرش يقولوش وحرب الباردة وحرب عائلة ولا الجنية في أسبوعها الله يهدوهم بقى مهربش نعمل معهم أي دور نعمل معهم نبقى زيهم ده الحالة نعمل معهم نبقى زيهم وقدرين أننا نبقى زيهم المشكلة لما تلاقي واحد غني مليونير لا مليونير ده كان لأيامنا ملياردير أيامه وقب الشرع بيشهد ده حضراتكو يا مصريين أنتم ملياردير وقب الشرع بيشهد مش عايز يستغلش روته مش عايز يستفد بيها العلم والدكنولوجيا للدول النامية أنا هقول تجربة شخصية يا أستاذي في بلد بس مش هقول اسمها لكن اسمها NPDK اسمها إيه يا أستاذ NPDK رحتها ثلاث مرات اتفرجت على دولة في أعلى درجات التخلف الاقتصادي والسياسي وفي أعلى درجات التقدم الصناعي العسكري وهي الآن تسبب قلق شديد جدا للولايات المتحدة الأمريكية مش هقول البلد وحد شئول أرجوك عشان نجيب ليش مساكل عشان ما نجيبش مساكل هبقولها لك بعد حضرتك نPDK هبقول أيام نجيب بس تمام التجارب التاريخية بالنسبة للوحدة أنا مقصودش بالوحدة من مقرد الكوة العسكريية أنا اولما قلت كلامي قلت أنا مجبرتي في السن بقيت احتقر استخدام العمر في الحل المشاكل أنا أقصد بيها الكوة الإقتصادية انا كنت بروحنا بننتج حاجة وانا بنتج حاجة وانا مهندس طب هتتوزع منها قد ايه لما بيتوزع على كنا مثلا 40 مليون ايامها غير لما بيتوزع على 300 او 400 مليون فانما كنت بكلم من منظور الاقتصادي اكتر منه ايه منظور تاني والمنظور التانية تلو لكن ده المنظور الاساسي وهو منظور مهم جدا بالنسبة للصناعات العسكرية الصناعات العسكرية بيبقى فيها والفضاء الصناعات العسكرية صحيح اعلى تكنولوجيا ممكنة واعزم العقول بتستخدم فيها فعشان كده التكنولوجيات بتاعتها لما تبتدي تتقدم شوية صغيرة وتنزل للصناعات المدنية بتزوقها جدا لقدام بتزوقها جدا لقدام يعني مسائل الوتوماتيك كنترول التحكم الزاتي اول ما ابتدى ابتدى بالطهرات اول ما ابتدى ابتدى بالسواريخ وكان يعتبر سر عسكري غالي جدا بعد كده نزل نهارده شغالك المصانع كل المصانع شغالك كنترنت نفسك بالزبط كده الانترنت كان اساسا من الستينات عشان يوصلوا المواقع العسكرية بعد وقت الانترنت فصناعات العسكرية والفضاء هي وبتجور للصناعات المدنية وراها التطور في الصناعة الامريكية اه 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 اخذتك مظبوط هو مش هيحتاج خلاص ان يستخدم امكن دي انا ما احاقش ما انا اقولها الروبوت تكنولوجي ان هو خلاص بقى عنده روبوت حتى هيبقى عسكري مشاهل مش مجرد للطيارة الروبوت حيبقى عسكري مشاهل وقدر يشوف وقت البيتاخذ كرار هقوله في المرة الدائية احنا خلاص خدتوا وعدة باعة مش كده التلاتة الاخيرة من كل شهر زي الموتانسوم الخميس الاول من كل شهر تمام؟ ولو قلت عن الموتانسوم ماشيني احنا خدتوا احنا خدتوا عسكري مشاهل انت شايفه عسكري بس هو روبوت هو روبوت وطبعا غير الاجهزة للرهية الليلية غير التغارق اللي ماشي ماشي الهدار غير 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 حاجات كتير انا كنت اتمنى طبعا ان اكمل الحاجات اللي هي الكتالية نفسها بالمتبة بس فكرة اتمنى اتكلم للحاجات الكتالية فالإنجليز هجموا بالفرسام بتاعتهم على المدفعية بتاعته وهما بيهجموا على المدفعية بتاعته بيعملوا الآتي بيجيب حت بار حديث صغير كده انت أعرف المكان اللي في المدفع اللي كان بيحط فيه زمان التورش عشان ينفجر ويطلع ع الطلقة ويقوم دائل حت الحديد فيه يقوم المدفع ما بقلوش استخداد هليني بقى على ما تجب متقاب عشان تدهب ويطلع على الحت الحديد فهو شاف الفرسام الإنجليز رايحين عشان يعملوا الحركة دي هو فهمها فقال للقائد بتاعه قالوا الناس دول الناس دول مرهمش ماتش إلا أورد لانسرز لانسرز اللي هم حاملوا الحراب كانت المدفعية موجودة هنا الأرض محبدة كده وحملوا الحراب تحتها حاملوا الحراب أول دوقها معرف مدفعية طلعوا لهم دمروا الفرسام الإنجليز حاب يقول لي دي دي حاجة بسيطة جدا ماشي حاجة بسيطة جدا 1956 آسف 1967 كوات المدفعية بتاعتنا أزاقت السيد شارون مر أعماله أزاقته مر أعماله السيد شارون بالليل بعد كوات خاصة ما دمرتش المدفعية دمرت أطعمها لو كان فيه كوات خاصة موجودة زي اللاب اليوم من 150 سنة ما كان حطت اللانسر ما كانش كواتنا الزباط المدفعية وعشاك المدفعية بتاعتنا اتدمروا بالكوات الخاصة الإسرائيلية فدي نفكر فيها 73 عدنا نفس الغلطة صواريخنا بتاعت الدفاع الكاوي ما كانش لها أحماية أرضية لما عدوا بتاعتوا دولها بالدبابات بتاعتهم ما كان جداً في المعارك اللي بيتعلمها بيستفاد بينا لو احنا بنتكلم على أكبر معركة دبابات في التاريخ أربع تلاف دبابة من كل جهة معركة كورسيك سبع يوليا لو ما حنكوش زخيرة سبع يخمسة 1943 كان فيها أربع تلاف دبابة أربع تلاف دبابة سوبيتية أصل أربع تلاف دبابة ألمانية وأنا بتفرج على الفيلم أول ما شتوقوا مع بعض افتكرت أبويا الله أرحمه كان قال إيه أبويا قتلع معاش في لواء 1 يناير 67 ما حضرش حرب 67 وحتى كان عاميها زعلان جداً من طلع معاش فكانت عامي ستوشت في 48 كانت عامي تقول له بركة أحوانك تلعت على رجلك مستحق على ظهرك فإلى ما شتوقوا مع بعض أنا سمعت المعلق بيقول الآتي بيقول لحظة الاشتباك توقفت المدفعية من كل الجانبين على الدربة إنها هتدرب قواتها واحد نمرة اثنين التهيران توقف عن الدربة إنه ممكن يدرب قواته فكان أبويا بيقول اللي حصل فينا 67 لحد يوم أو اثنين لما نجي التهيران كنا نطفل الاشتباك اشتباك مباشر لهم على طول سواء بمشات بتوعنا أو بتباباتنا كان سيبقى صعب جدا إنهم يتعاملوا معنا بتهيران المهم إذا كان هو صح أو غلط فالمهم دي كانت معركة كورسك وكان ده الدرس المتاخذ من المعركة بتاعت معركة كورسك يمكن كان برضو موجود على النتة بس معلش انتو مش تحصصكوا عسكري يعني مش هيبقى همينكوا أنا هميني الكلام ده لإن أنا كنت شغالت السلاح عشان كده هميني بس أنا بقول فيه 15 حلقة باللغة العربية 15 حلقة باللغة العربية موجودين على قناة الكثيرة جميع أنواع العمليات العسكرية اللي ممكن تكون قادر الناس على أنها تقوم بيها زي وحد يمثال المعركة الدفاعية زي المعركة الهجومية زي المعركة البحرية زي المعركة الجوية زي السيادة الجوية وأنا كنت مركب الكاتب الحاجات اللي هو قيلها زي الحرب الهجومية وإنت استخدمها زي عمليات التطويق والحصار زي أمليات الهجوم والإنزال من البحر وشرحها بالتفصيل زي القصف الاستراتيجي زي التهرام بتاعنا يعمل قصف الاستراتيجي حرب العصبات حرب المدن حرب الاستنزاب الحرب الكيموية حرب البالوجية حرب الإشعاع حرب السايبر حرب السايبر الحرب بتاع الكمبيوتر حروب الفضاء الحروب النووية كل الكلام ده موجود يعني كل الكلام ده موجود أنا مرة وأنا بشتغل على النتبس فقط استخبت بعد كده مني خالص ما لقيتهاش كان فيه فيلم تلت ساعات جميع المعارك الجوية اللي دارت خلال كانت المية وخمسة سنة كانت حتى 2005 ونزلتها تلت ساعات وبعد كده ما نزلتش لأنه مرضوش يحملوها وبعدين لقيتها تشارت كنت أتمنى ان طيارين نجيبوها خلال مية وخمسة سنة اعطيت كل المعارك الجوية وسائقي هاتت كل المعارك الجوية وسائقي أنا أقولي أنه عندي حاجات كثيرة جدا أرجو أن يكون ناسنا بتستخد بيها أنا معرفش ما عدرش أقدي حق بس اللي قدر أقوله يا جماعة فيه حاجات كثيرة جدا لو سمحتوا حولوا تستخدوا بيه لو سمحتوا حولوا تستخدوا بيه أنا أتكلم فيها لأنني أولا حتكلم ليبقى مرة تانية عشان أقدر أتكلم بالتفصيل يعني وإلا هيو يعني هفكدوا الحاجة عشان أقدر أتكلم بالتفصيل وبرضو بالمرضة التانية والتالتة وعشاء أنا متشكل من المتكلف العناب وأرجو أن يكون المجهود اللي بزدته أشرع شيء عنده وأعسش النبيه أمام طايعهم وأنه استفاد الحاجة أنا متشكل في النهاية نشكر سيدنا أنا متشكل أنا متشكل ترجمة نانسي قنقر